لبلوغ مصاف دول القوية في العالم خطة بديلة اليوم نشوف في حركة اقتصادية عالمية نحن ربما نشوف الحرب الروسية الأوكرانية هي حرب لكن هي حرب اقتصادية أولا قبل كل شيء على الغاز على الغذاء وتشكل فرص كبيرة لدول أخرى لبلوغ مصاف دول القوية في العالم نحن ربما تتبعنا الغرب في مدة كبيرة جدا وطرأي الشخصي لم نستفد منه شيء ولم ننل منه شيء حتى اتفاقيتنا مع الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الاتفاقية الأخرى بحيث أننا دائما نعتبر الاتحاد الأوروبي شريك لكن دائما هو على الوجه الواحد فقط لا باتفاقية رابح رابح بل هو يفضل أن دائما يكون هو الرابح ونحن السوق الاستهلاكي والخاسر الواحد لكن دخولنا إلى تكتلات قوية يجعلك تعيد التفكير ويعيد حتى شراكائك اللي كانوا معاك في الماضي يعيدون التفكير عليك لماذا؟ لأنه الآن منطقة البريكست مش هي الدول التي ربما الدول السريعة في النمو أو التي تملك نمو متسارع هي دول تملك اختلافات كبيرة جدا لو تشوف بين الهند والصين مثلا يعني تنافسية كبيرة داخل أفريقيا تنافسية كبيرة في الصناعة تنافسية كبيرة في كل الصناعات صناعة السلاحية صناعة طاقوية يعني على كل أشكالها يعني فيه تنافس كبير لكن تكتل واحد يجمع كل القوى الكبرى في العالم يعني الأربع دول أو الخمس دول الأولى في العالم يجمعوها في تكتل واحد لبناء اقتصاد متكامل كيف يكون الاقتصاد متكامل؟ أنه البرازيل تكمل اقتصاد جنوب إفريقيا وجنوب إفريقيا تكمل اقتصاد الهند وغيرها روسيا وغيرها وهم كلهم يتوزعون على الخمس قارات وهذا شيء مهم جدا لماذا؟ لأنه أرادوا أن تكون لهم بسط للتكتل داخل القارة أو داخل القارات الخمس أو داخل الكرة الأرضية كامل يكون عندهم بسط للقوة تحت اليوم التوجهة هل الجزائر تملك شروط؟ هل الجزائر لها إمكانيات أن واهلات الله نعم